نفس المثود بس بالعكس يعني إذا إذا chicken 1 مشيت left رح أجع أعطيها right حتى ترجع to its position chicken 2 مشيت right رح أعطيها left chicken 3 مشيت forward أعطيها backward chicken 4 مشيت backward بعطيها forward ورح أعملوا do and order حتى يمشوا سوا مرة واحدة ويرجعوا لمحلهم ومتل ما تعلمنا loop رح أعطيها three times رح أعطيها three times رح حط كلها بنفس البوكس ومتعلمنا شي عن loop بس عرفنا إنه هي حتى حتى نكرر code فرح أكبس على word وهيدا المثود اللي اخترعناه هلأ رح حطه هون ورح نجربه نشوفه إذا شغله أول شي اختفى الذئب هلأ الـ chickens عميش مقعمية مشو بطريقة عشوائية لهلأ الكود ماشي تمام هلأ عنا الأرنب بدي يمشي شوي يعني لازم يقرب لهون أوكي فلازم يمشي تتدارايت لنعطيه مثلا لنعطيه مثلا three meters okay هلأ بنا نعمل جملة شرطية لمسافة الأرنب والثئب أول step لحنحط الـ if لحطه true اللي هي ما كتير بتفرق بين true والfalse لأنه اللي حيفرق معنا هو بس هو لما استعمل function هلأ بالفيديو اللي سبق قلت إنه في part of a function ما قدرت استعملن لأنه لازم استعملن مع statements مع ال-if statement مع ال-while statement مع ال-for all مع ال-for all together فهلأ راح استعملها هلأ هلأ نحن بدنا distance من ال-wolf لل-bunny نحن بننقول في حال إذا إذا هيده distance قليلة لازم الزئب يهجم أما إذا ما كانت قليلة do nothing يعني خليك هك فإذا راح عامل if the distance راح نقل wolf if the distance if the distance of the wolf to be is مثلا لنقول less than نستعمل هيده less than لنقول two meters معناته if distance من ال-wolf لل the wolf should move the wolf should move the wolf should move three meters مثلا برجع على function وبعمل the wolf should move to the bunny مثل ما تعلمنا هلا لما عمل test ما حيطلع معا شي وما حيهجم الزئب فأنا راح اسأل حالي لأ لما اسأل حالي لأ هلا أنا هون فيني انقص حالي لأ لأنه في شي اسمه algorithm برجع بتطلع على algorithm وبشوف وين ال-error اللي أنا سويته لأ هلا كل شي مترجم ومظبوط بس لما أصل على if statement حيبين أنه أنا على الأرنب معنات أنه هون مع ظهرت الزئب مظبوط فهون بتبرز أهمية algorithm بس نعمل code بأنه ضغر لأ error فإذا مفروض هلا حيعطينا النتيجة بس بدي بس لح قرب الأرنب شوي أكتر على الزئب حتى تصير المسافة بيناتهم أصغر من 2 متر ورح عاملة 5 متر حتى تعطينا result 100% فإذا اللي صار معي إنه صارت الDistance بيناتهم أصغر من 5 متر مثلا 3 متر هون فإذا 3 أصغر من 5 فالزئب لازم يهجم على البني فلازم يكون forward مش right لأنه صار وجه من هون فإذا يهجم forward لح يهجم هيك فرح عاملة forward هون ورح do nothing رح خليها do nothing لأنه في حال الزئب منه يعني في حال distance بينتهم منه 5 do nothing خلي خلي العرنب ماشي ماشي حيتغير هلأ second part جملة شرطية لذهور الذئب ورح ارجع عامل if رح عامل true هلأ شو رح قول is the wolf is showing يعني if the wolf is showing if the wolf is showing امسكت is showing وحطيت محلة true شو رح عامل رح خلي كل للشيكين يهرب to the left فرح بلج chicken one move to the left مسأل ان لنقول ten meters حطا نضمن انه راح chicken two move to the left ten meters chicken three move to the left ten meters chicken four move to the left ten meters لنشوف الالغوريثم اللي إلنا كيف عم نعمله لا صح أكيد بنحط do together حتى كل يهربوا مع بعض ما بننسى هال شي طيب if it's true chickens run حيهربوا chickens to the left if it's false keep moving randomly هلا أنا هون مني مضطر إرجع عيد الكود لأنه في method هون استعملته بروح على world وبرجع بمسك المثود اللي أنا عملتله create بحطه بالelse وهاك بيكون خلص الكود اللي إلنا خلينا نعمله test ونشوف كيف رح يبين معنا آخر مرة هلا رح نكبس play ونشوف الresult اللي إلنا our final result ونشوف إذا بدو final editing بسيط كتير حيكون الediting عم يمشو chickens randomly هجم wolf هرب chickens هلا مثل ما لحظنا نحن بدنا الولف يهجم على الأردب مش بعد الأرنب بشوي فرح عدل شي صغير رح خلي الولف يمشي this distance يعني الأرنب حيمشي لهون صح فرح خليه يمشي this distance هلا هو حيمشي من هون لهون أنا بد يمشي أقل بشوي أقل بشوي فرح اكبس هون رح رح عامل math minus one فإذن هو حيمشي هيد the distance ناقص واحد so our final program will be chickens moving random لي مش الأرنب هجم الزئب مظبوط وهرب الـ chickens وفينا أكيد ننقص أكتر من one إذا حسينا إنه بعد بده ينقص وهيك بيكون تعرفنا على if statements وقدرنا نتعرف على other part of functions هون فينا نستعمل مش بس distance فينا نعمل is wider is shorter فينا نعمل أكبر وأصغر فينا نستعمل فوق أو تحت قدام أو ورا فينا نستعمل كذا function وفينا نصير نخترع if statements كتير بال alice موسيقى موسيقى